السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم ان شاء الله نشترك معكم وجبة عشاء او غداء اللي كتجي لديدة بزاف وصحية نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتفضلوا معي باشتفوا تفاصيل الوصفة بسم الله على بركة الله هنا الاول حاجة غدا نحتاج هي الزعفران الحر نحتاج هاد الكيميا كيف ما كتشوفه معايا وبالنسبة التومة استعملت قريبا شي سبعة ولا تسعة ديال ديال الفصوص ديال التوم والملح كتبقى على حسب الضوق هنا الكامون كنناخده غي شي شوية يعني غي الرصد ديال المعلقة صغيرة ديال الكامون وهنا الهريسة والفلفلة حارة يعني كتبقى على حسب الضوق ديالكم والحمض المصير خديد حد الربع بالنسبة لتحميران استعملت معلقة كبيرة الزنجبيل معلقة ونصف والكوركم اللي هو الخرقوم بلدي استعملت معلقة كبيرة هالتوابيل كلها غنطحنها بشوية ديال الماء هنا دجاجة يعني زولت لها جلدة ديالها زولت حتى شحمة يعني جميع الشوائب هنا غدا نقطع استر ديال الدجاج لغدا نقطعه على شكل قطيبات غدا نقطعه قطيبات ان شاء الله باش غدا شويهم في المقلع غدا نشرملهم بنفس التوابيل من بعد ما طحنت اه التوابيل ديالي بالماء غدا نعمر هاد عن دهن هاد الدجاج ديالي هادا من اللي طحنت اه لقيت بان الماء ناقص يعني زيت شوية ديال الماء صعفيم اللي غدا نشرمل هاد الدجاج غدا نخليه ان شاء الله ليلة كاملة في التلاجة باش كي شرب مزيان شرمولا وكي جي نفتي ورطب هنا في اليوم التالي خديت اه يعني طنجرة صغيرة اضفت شوية ديال زيت الزيتون والبصلة يعني من الاحسن استعمله كيميا كبيرة لانك اجي لديدة 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 بزاف هاد هاد الصلصة هادي نات قريبا خديت شي كيلو ديال البصل هاد البصل هادا ضروري ما كان نشحروهم زيان حتى كي ولي اللون ديالو اه دهبي واحتى المادق ديالو كي يلدد لنا هاد الوصفة هادي ضروري ما نمرو من هاد العملية ضروري ان انا ان نشحرو هاد البصلة هادي سوف يوك نضيفو لها الدجاج اللي بات ليلة كاملة الى لحطور اني ما ضفت لقص برلا مع الناس ما غديش نضيفهم دابا يعني تل الاخير عاد غنضيف غيل مع الناس ما غديش نضيف اه القصبور هنا اه ديك السلصة اللي كات بقالية في الاناء كنضيف لها شوية ديال لماء هنا ضروري ما كنضيفو حد الكمية ديال المال لانا من بعد غنحتاج لصوص باش غنسقي بها السفة ان شاء الله هنا من بعد ما كتطلع الغلياف اه في الجاج غاد نضيف هنا تقريبا كيلو ديال اه خيزو او الجزر غنضيف كمية ديال ديال السيتون اللي قطعتو على طول سافي وغدا نخلي حتى يطيب الدجاج من بعد ما طب الدجاج اللي نسيت ما ما ضفتوش حتى المن بعده حتى قطعت الكاميرا هو اه فلفلة حارة الفلفلة حارة حتى هي كد تزيد كدزيد وحد لده في الطبق سافي دابا من بعد ما طب الدجاج غدا نزوله دابا باش غدا نحيدلي هالعدومة غدا نفرت يعني نفرتو بحل مني كتنضيفوه بحل مني كنت تعملوه في البسطيلة هنا صافي اه السلصة ديالي زول دجاج كامل يعني غناخد دابا الصوس يعني السلصة هنحاول ناخد غي غي السلصة بوحدها وغدا نخلي البسطيلة وخيزو يعني حتى كيتشحروا مزيان يعني غنضيف ليهم شوية ديال زيت الزيتون ونخليهم حتى كيتشحروا مزيان وعد كناخد واحد يعني واحد جوج مع علقات ولا ثلاثة كنضيفهم الصفة كيف ما كتشوفو معي انا دابا ضفت زيت الزيتون باش غدا نزيد اه نشحر هاد 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 السلصة هادي ضروري 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 يعني بحل الضغميرة كتجي ضروري ما كنخلي واحدة كتنشف مزيان يعني كناخد غي السوس يعني المرقة اللي كتا اللي كتكفينا باش كنسقيو الصفة وما تبقى كنحاولو نشحروه مزيان حتى كي نشوف تماما ملمة وحتى المدق ديالو كيو اللي ديد بززاف هنا ضفت المعدنوس يعني المعدنوس بوحده نحاولو نضيفو كيميا كبيرة انا كي تواتم زيان مع هاد هاد الوصفة هادي وهنا كيف ما شوفتم معين بعد ما يعني فتت الجاج صافي دابا غدا ندوز باش نشوي هادوك القطيبات ديال ديال صدر ديال الجاج إلا بغيتو يعني ممكن نضيفو لهم البصيلة إلا بغيتو شي بصيلة يعني مقطع رقيق ممكن دابا وصلنا لمرحلة التقديم هاد الوصفة هادي كتجي سهلة بزاف يعني ممكن نحضروها إلا جواعدنا طيوف الغفلة كيف ما كان قولوه ولا يعني يعني لكنا زربانين وكت نقدروا نوجدوها يعني ليلى يعني في الليل وحتى النهار اللي نبغو نستعملوها وكنا نفوروها سافي غدا نقدم اخليت لكم مرحلة التقديم لانا طلبتوها مني نقدمها بات طريقة هادي وممكن تقدموها يعني بطريقة اللي بغيتو هنا كنضيف غيشي شوية فهذاك اه في ذاك الدائرة كنضيف غيشي شوية ديال غيبشي علالية لاناني من بعد غدا نضيف واحد الطماطم اللي غدا نغرس فيها اه اللي بغوشات ولا القطيبات ديالي غيبش كنعلي واحد شوية وطريقة ديال التقديم يعني كتبقى على حسب التوق ديالكم اه بالنسبة لهاد هاد السفه هادي كتجي لديدة بزاف وممكن اننا نستعملوها كحشوة يعني ممكن عمرو بها الجيش اه ممكن نضيفو لها الاضافة اللي ممكن نضيفوها لها هي اه شامبينيون قدرون نزيدو لها الشامبينيون ولكن غيها كدارة كتجي لديدة بزاف بزاف تمنى ان شاء الله تجربوها وكتجي خفيفة وسهلة وبالنسبة للسلسة كيف ما كتشوف معي ولا الضغميرة بشكل مختلف اه غديكم يعني غريبة انني اضفت تخيزو ولكرا كيجي لديدة بزاف كيتلق واحد الحلاوة تمنى ان شاء الله تجربوها متعجبكم وصافي كيكون هذا هو الطبق ديال اليوم تمنى ان شاء الله يعجبكم وغدا نخلي لكم في الاخير اه صور ديال الفيديوهات الاخيرة اللي نزلت اه مؤخرا اللي بقي ما شافو مش هنخلي لكم ان شاء الله هالروابط اسفل هاد الفيديو وكنقول لكم خليتكم فرحة الله الى وصفة جديدة ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة